قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حافظه الله ورعاه اليوم واجب العزاء إلى معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وإخوانه في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم وذلك خلال زيارة سمو مجلس العزاء في مدينة الذيد بإمارة الشارقة وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد داعنا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان